من أفضل الأمثلة على التسجيلات الصوتية الأرشفية التي تستخدم الآن لإعطاء الانطباع بأن الظواهر على قيد الحياة أحد بيانات الظواهر الأخيرة الذي كان بعنوان شهداء أفغانستان عمر أبو خليل وأبو دجان الباشا في هذا الصوت الذي صدر في الثالث والعشرين من يوليو من هذا العام عرض الظواهر رثاء لأبي خليل وأبي دجانة إلا أن هؤلاء الرجال لقوا مصرعهم في عامي 2014 و2015 وعلى وجه الخصوص حين تصدر القاعدة هذه التأبينات القديمة فقد فشل الظواهر في رثاء قادة أقوياء بارزين كانوا من المقربين ومن معارفه الشخصيين ومنهم أبو الخير المصري الذي توفي في سوريا في شباط فبراير من هذا العام والزعيم السابق للجماعة الإسلامية المصرية الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن الذي أعلن عن وفاته في آذار مارس لم يظهر الظواهر في أي تسجيل مباشر للقاعدة منذ الثاني من فبراير عام 2016 عندما ظهر في إصدار التنظيم الذي كان بعنوان أيام مع الإمام والذي تحدث عن علاقته بأسامة بن لادن في الوقت الذي أشارت فيه التقارير الإخبارية في وسائل الإعلام الجهادية إلى أن هذه الحلقة كانت خاسرة وعز الجميع التأخر في الإصدار إلى عدم كفاءة أو تدهور إعلام القاعدة في سحابة أو مركز الفجر والذان كان يتعرض لانتقادات متزايدة في ذلك الوقت بسبب الأخطاء العديدة في الإنتاج ومع ذلك فإن إلقاء نظرة أقرب على هذا التسجيل يضح سبب تردد القاعدة في إصداره إذ يظهر التسجيل الظواهر وهو غير متماسك بشكل غير معتاد ويتحدث بعدم ارتياح عن المعارك التاريخية في تورابورا ويستدعي كلماته بصعوبة بالغة وكان من الواضح أنه أضاع طريقه عدة مرات وفي نهاية التسجيل ظهر أحد مساعدي الظواهر خلف الكاميرا يقول له أن يتوقف عن الكلام والظواهر يلتزم بحرج هذه هي المرة الأخيرة التي تم رؤية الظواهر فيها ومن المرجح أنه تم تحضير هذا التسجيل قبل شباط فبراير عام 2016 وفي ضوء التطورات منذ ذلك الحين هذا التسجيل والطريقة التي تم إصداره بها يبين كل شيء لن يكون مفاجئا إذا كان الظواهر على قيد الحياة فقط في أرشيفات تنظيم القاعدة وليس في الواقع شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة